السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء طلاب الفرقة الثانية الشعب العربي أهلا ومرحبا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات Readings in Manjerial Studies and today we are talking about chapter 3 from part 2 الكلم نارض عن الفصل الثالث من الجزء الثاني Leading and Control After you study this chapter you should be able to understand and recognize the leading definition individual group organizational behavior and communication and you have quite information about managers and how they can practice control and controlling process Lead successfully and better understand and people behavior we need to distinguish between three types of behavior individual group and organizational or organizational aspects وعشان نفهم موضوع القيادة محتاج تميز ما بين ثلاث أنواع من السلوك individual behavior هو السلوك الفردي والسلوك الفردي ده consequence أو نتيجة لي crews للإدفاظ واقصة إلى Galile decimactic الاسطة واحدة تم تفضل نفهم دردي موضوع مرادة الناس عن الأشياءELLA أو الشيئات الأمور الكثير من الأشياء الأشياء ، الملوطة، الإدارة وإشعارات القوة نحن أكثر من الأشياء ، نحن تأكد في الطرق ، لقلتها ، مستقبل، كيستقبل، معنام ، ومفرر المجتمع نهايناو بعض الأشياء الثاني هم إثارة الناس على الأشياء أول حاجة النورمس النورمس اللي عبر عن إيه؟ يعني إيه النورمس؟ النورمس اللي هي العادات أو التقاليد يبن النورمس represent the rules that guide the group behavior أسس كده أو قواعد بترشد إيه المجموعة therefore the instruction that tell what is acceptable or allowed that what is prohibited or not acceptable or not allowed يبن النورمس دي العادات اللي بتقول إيه does look مقبول أو does look مش مقبول ينفع عمل كده ولا ما ينفعش هل ينفع أن أنا أصور ورق خاص بي أو ورق شخصي باستخدام البرينتر أو الماكرة التصوير بتاعت الشغل ولا لا هل ده مقبول ولا مش مقبول أمش بكلم هو صح ولا غلط ولكن ده متفق عليه يعني عادي بيش في مشكلة ممكن أستخدم النت بتاع الشغل لأغراض شخصية ينفع أمشي قبل معاد الشوق ينفع أجي بدري عن معاد الشوق ينفع أتأخر عن معاد الشوق دي نورمس دي what is acceptable and what is not acceptable كويس زي من السوشال نورمس boys don't cry أنا مش بتكلم اللي عبارة صح ولا غلط هل الرجال بتعايته لو بتعايتش ولكن ده قد يمثل ايه تقليد او عرف بغض النظر هو صحيح ولا خط ده مثال للسوشال نورمس we have characteristics of norms وعندنا خصائص للايه للنورمس number one the norms are the collective value judgment which regulate the members behavior بمجرد ان احنا بقيت عندنا نورمس عندنا عادات عندنا تقليد خلاص أصبحت كأنها قوانين أو بتنظم أداء الأفراد الممبرز جروب بمعنى لو تخلفتها يبدأ كده خلفت القواعد احنا اتفقنا عليها خلاص the norms also are developed by the majority of group of the behaviors بمعنى ايه مش كل حد هيعمل العرف برحته العرف ديات اللي بيتفق عليها معظم أعضاء المنظمة معرض أفراد المنظمة يعني مش حد هيجيب سلوك شهاز ويطباولا خلاص ده بقى عورفوا الناس تلتزم بي لا ده developed by the majority of organization الخاصية الثالثة the norms don't completely remove the personal ideas and emotions of the individual يعني الأفراد بيتأقلموا مع العادات أو التقاليد أو العرف الخاصة بالمنظمة ولكن ده ما بيلغيش القيم أو التقاليد الشخصية ممكن يكون حد عنده حاجة متعارضة أو كده بيحتفظ بيها بس بيلتزم داخل المنظمة بالنورمس بتاعت creation of norms requires time عشان يبقى في عرفة أو تقاليد معين ده بياخد years and years بياخد سنوات some norms are not adopted widely by all members وأكيد بيكون في بعض المخالفين أو الممخلز موش بالعرف these are the characteristics of norms number two rules rules define what each member inside the group does كل واحد دوره إيه the expectations from each member about what other individuals do لما كل واحد دوره معروف يبقى بقيت الأفراد بيتوقعوا عندهم expectations for each other what each member inside the organization do so we need to highlight three important factors connected to the role rule burden, rule vagueness, rule conflict rule burden refers to amount of tasks and activities relied on the employee ده اتساء الدور rule burden يعني اتساء الدور أحياناً يكون حد شايل حمل كبير أكثر من طاقته زي ما انت شايفين الصورة دي كده شايل كتير قوي يبال rule burden ده يشير إيه يشير إليه refers to amount of tasks كمية المهام and activities relied on the employee كمية المهام أو الشغل المفهود يقوم به اللي زيها وأخطر بالضبط اللي هي rule vagueness vagueness يعني غموض الدور مش واضح refers to individual who doesn't certainly know or doesn't perceive correctly what is expected from him here or how he or she will do the role لازم يكون الدور واضح مفهوم اللي هو ايه مفيش ال vagueness ده ده مثال على role vagueness هي بتقول له ايه you want me to get you a taxi or tell you you are a taxi وبقول لها ايه يقول مية taxi please فهنا ايه يعني ايه مش فاهما انت يعني اقول لك يا تاكسي ولا اطلوب لك تاكسي فايه فده واضح يوضح يعني ايه غموض الدور مش واضح يعني الجملة تحتمل او الامر يحتمل اكثر من تأويل فده مش مطلوب في مهم العمل لازم يكون واضح تماما ما يكونش فيه تعارض او ايه اطرر من تفسير او تأويل لنفس الامر او الارضر الحاجة الثالثة وهي role conflict تعارض الدور happens when the perception of the role differ from person to another فيه تعارض في الدور يعني مطلوب منك ايه تيجي براحتك وتمشي براحتك وفي نفس الوقت تتخلص كل الشغل اللي هو كتير جدا فمطلوب منك مثلا مهمتين الاثنين عكس بعضا فال role conflict بيعمل للناس confused كبير جدا وبيخليهم ما يقدروش يحققوا الانتاجية المطلوبة وده مثل role conflict يعني you لو انت تشغل و student و son or doctor اللي ايه فانت كل حقيقة دول مطلوب منك اعمال معينة ففي النهاية ممكن تلاقي عنك role conflict يعني تلاقي مثلا في وقت معين او في يوم معين او في ساعة معينة المفروض تعمل كذا ومفروض مثلا تروح مع والدك مشوار وانت عندك شغل مفروض تشتغله وفي نفس الوقت المحاضرة مفروض تحضر فده يعمل ايه role conflict لو انت بتعمل الثلاثة او بتشتغل وتدرس في نفس الوقت number three او الخاصية الثالثة لازم ناخد بالنامين لها team building team is group member a group whose members have complementary skills and are committed to common purpose or set of performance goals وهنا في حاجة معظم الناس فهمها غلط في team team مش اي مجموعة او خلاص بيشتغل مع بعض لا ده هما عندهم خاصية مهمة جدا وهي they have complementary skills يعني بيكملوا بعض في حد كل واحد عنده skills او مهارات مختلفة عن التاني فكلهم بيكملوا بعض ففي النهاية يقدروا يحققوا الهدف اللي هما بيكملوا بعض عشان يوصلوا لي ده team building وده مهم النجاح اي منظمة لان العمل الجماعي او محصلة اداء الجماع افضل بكثير من محصلة اداء الفرق number 4 وهي leadership leadership is the process of influencing a group to achieve goals وده مهم جدا جدا نتكلم ده عنها طبعا السنة اللي فاتت في الفرق بين leader والmanager وان leadership more effective inside the organization number 5 conflict ده مصدر كبير من مصدر الصراع داخل اي مؤسسة conflict is one of the dangerous characteristics that could negatively affect group performance وده واضح جدا لانها لا تأثير على الاداء لان فيه تعارض حيث the conflict we face may be resulted from two ways first the first the interaction between the individuals and the organization and the organization يبقى التعارض الدور ممكن يجي من حاجتين الحاجة الاولانية من خلال التفاعل او الاختلاف ما بين الأفراب بينهم بين بعض او الاختلاف ما بين الفرد والمنظمة دول مصدرين المصادر conflict regarding the organization aspects we need to talk about three factors structure culture human resources and practices the structure واضحة جدا بالنسبة لكم وتكلمنا عنها الorganisational structure وتكلمنا عنها بالتفصيل في جزء بتاع الorganism the culture وهي ثقافة المنظمة او محصلة ومحصلة كل الكلام ده كله من سميه الكلش النقطة الثالثة الهومان resource policies and practices وهي ممارسات إدارة المورد البشرية starting from attraction training job description job specification wages and salaries كل ما يتعلق بالمورد البشرية these are the organization aspects just it's quick to overview about it and you have taught it in details in management course and human resource management يهمنا نتكلم عن نقطة تانية مهمة او موضوع تاني وهو the communication the communication اللي هو الاتصال وده موضوع مهم جدا جدا لان ما فيش منظمة تشتغل without the communication communication معنى ايه the transfer and the understanding of meaning تاني يبقى communication is the transfer and the understanding of meaning communication يا شباب مش معناه التوصيل بس لا ده التوصيل والفهم يعني لو حد بيكلمك لغة انت مش بتفهمها هو كده عمل communication لا لما هو قالك هو ووصل بس انا ما فهمتش اذا لابد يكون في الاتنية transfer and the understanding of meaning transfer from the message was received in a form that can be interpreted by the receiver يبقى انت وصلت الرسالة بطريقة اللي يمكن فهمها بواسطة the receiver او المستاذ ده شكل communication فيه sender 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 send message بعمل حي اسمها encoding بيتم بيتم لعملية الرسال through a medium او through وسيط اي ان كان الوسيط ممكن الحفوة ممكن التليفون حد اتصل بحد رسالة فالميديم هنا التليفون حد بعت لحد ايميل فالميديم هنا هو الانترنت حد بيكلم حد على فاستايم او الواتساب او على المسانجر او whatever بل السوشال ميديا ده او الاب ده هو الميديم الريسيفر بيعمل لها decoding عشان المسيج توصل يبقى decoding معناها انه قادر يفهم معناها انه فاهم الرسالة اللي وصلته المسيج it's a source of or sender intended meaning حاجة عايز يوصلها الميديم encoding the message converted to simple form او هتوصلها باي طريق ان كانت through channel اللي هو الميديم يحصل الريسيفر يحصلها decoding يعني re-translation او understanding of the a of the me بيت ال a الaspects of interpersonal communication عند ال communication نوعين في interpersonal communication وorganizational communication الانترا personal communication قولنا بيتكون من sender message medium receiver يبدول ال a ال four factors او ال four elements of interpersonal communication طيب what about organizational communication we have like four kind of communication inside the organization we have up down upward communication and downward communication upward communication from the employees to the manager or to the upper the upper level management downward communication from the upper level or the management to the employees and we have diagonal communication from employee in like marketing department to the head of the finance department or from one employee of the operation management to the head of marketing management and a lateral communication ما بين ال employees بينهم بين بعض او المنجر بينهم يبا ال downward communication that flew from managers to employees to inform direct and evaluate employees ال upward communication it's a communication that flew from employees up to managers to keep them aware of employee needs and how things can be improved to create a climate of trust and respect later communication communication that takes place among employees on the same level in the organization to save time and facilitate coordination literally على طرفين المستوين زيبا ال downward communication that cuts across both work areas and organization levels in the interest of efficiency and speed لما حد من قسم عامل في قسم يتواصل مع رئيس في قسم تاني أو رئيس في قسم يتواصل مع عامل في قسم تاني ده بنقول عليه ال downward network دي رسمة وضح الفائد من التلات ال chain network دي بالشكل ده ال red one يبا communication flows according to the formal chain of command both upward and downward يبا ال chain ممكن يكون upward and downward as well both of them بس ده تبقى لل chain of A of command التاني ال wheel communication all communication flows in and out through the group later to other in the group يبقى ايه ال chain communication مثلا مثلا لو افترضنا عميد الكلية عايز يوصل رسالة لدكتور في الكل فعميد الكلية ما تواصلش بشرة مع الدكتور ما ليعمل ايه يتواصل مع رئيس القسم ورئيس القسم يتواصل مع الدكتور يبقى ال communication تم من خلال ايه formal process او formal lines يبقى اسمه chain طب لو العميد تواصل مع الدكتور مباشرة بقى اسمها ال wheel communication في الحلاد العميد يتواصل مع رئيس القسم ويتواصل مع الدكتور في نفس الوقت يبقى اسمه wheel communication التالتة all channel network communication flow freely among all members ويتواصل مع ايها يبقى ايه ايه المسطل chain ال wheel ال all channel communication بخصوص ال communication فيا حاجه مهمه جدا اسمه grab vine grab vine معناه الاشاعة grab vine وده حاجهات بتكون خطيره جدا داخل المنظمات وقد تسبب كوارث كبيرة جدا تعاني منها المنظمات لسنوات أو تؤدي لانخفاض الأداء هي الجريب فاين الجريب فاين مقصود بها الإشاعة والإشاعة دي غالبا إنفورمل لأنها لو فورمال لو هي رسمية مش هتبقى إشاعة هتبقى معلومة حققية مؤكدة فهي الجريب فاين إنفورمل غالبا الموضوع ده نشط جدا في كل المنظمات فهي حاجة إنفورمل يبقى بروفايدز اتشانل فور إشز نوت سيتبل فور فورمال كومنيكيشا تشانل غالبا اللي بتقال فيها إيه الإشاعات دي حاجات غير مناسبة إنها تتقال في خطوط السلطة الرسمية أو في الفورمال كومنيكيشا فلان يتجاوز فلانة فلان اختلس كذا فلان ابن عمل فلانة بنتها مش عارف إيه الشركة المعرضة للإفلاس يبقى كلها حاجات نوت سيتبل تو فورمال كومنيكيشا The impact of information passed along the grapevine can be countered by open and honest communication with employees ودي ما تقدرش تغلب عنها إلا من خلال إيه الأمانة والopen والمصارحة في الموضوع عشان تقدر تقضي على ال grapevine أو الإشاعة لازم تواجهها وتتكلم open mind يعني آخر حاجة في محاضرة النهار ده وهي ما يعني بالرقابة؟ المقصود إيه بالرقابة؟ إيه اللي نقصوده بالرقابة؟ إحنا قلنا إن الرقابة ما يفعش تيجي قبل planning قبل التقطير لأن يبقى 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 مهام يكون فيه deviation insignificant ما ليش لازم يعني اختلاف بسيط فمش محتاج أن أنا علاء correcting any significant deviation ده من مهام الإيه الكنترول يبقى 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 حياتي من المهم المهم يبقى уж يبقى oyu استرؤيت المهم بالراحة ليس هناك تقوم ببيع somebody's استرؤى المهم المهم مشكلة نظ workout 2 ستح Richards نحط معاير للايل نحط معاير للايل الميجرينج الاول بعد ما نقيس نعمل الكمبيرينج بعد الكمبيرينج نبدأ نتاك مالجرية الاكشن او كوريكشن كويس طيب عندنا نوعين من الكنترول او ثلاث انواع من الكنترول عندنا فيت فورورد كنترول اللي الرقابة السابقة فيت فورورد اللي البيفور يبقى دير رقابة سابقة الكنترول والتتكس بلاس ويل اسناق الاه العمل وعندنا الرفيدباك كنترول لانما العمل يتم كويس؟ يبقى فيه رقابة فورورد اللي هي البيفور وفيه الـ concurrent اللي هي الـ while أو الأثناء وفيه الـ feedback control اللي هي take place after an activity is done دولة الثلاثة أنواع من الـ record الـ feed forward ويه الـ process أو الـ concurrent control ويه الـ output على أو الـ feedback control أفضل كده كافي بالنسبة لكم نكتفي بهذا القدر إن شاء الله واشوفكم في المحاضرة القادمة في المدرج بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته